توفي رجل بعد خضوعه لعملية زرع شعر في عيادة خاصة في مومبايا الهندية بعدما طلب من طبيبه مضاعفة عدد الشعر بشكل كبير لكن لا يزال سبب الوفا غير واضح ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن وسائل إعلام محلية أن شروان كومار البالغ من العمر 43 عاما ويدير شركة لوجستية توفي في اليوم الذي تلأ الجراحة والتي استغرقت 12 ساعة وقال الطبيب الذي عالجه للشرطة أنه طلب زرع 9000 شعرة في جلسة واحدة أي أكثر بثلاث مرات من المصابه